موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام ومرحبا بكم في القناة ديالي في الفيديو ديال اليوم كيف ما تيبال لكم غدي نعطيكم لغسات ديال ديميني بسطيلة صالة أو بولي او لبساتلة صغار بالدجاج مالحين بواحد الحشوة اللي تري تري سبيسيال ممكن نصلحوها هكا نخدمو بها بساتلة او لسيغاغ او لبريوات المهم الحشوة عندنا ستونداغ ونقدرو نستعملوها كيف ما بغينا في الفيديو ديال اليوم غدي نعمر بها بساتلة وغي نعطيكم الطريقة حتى كيفاش نعمرو دي سيغاغ فبقوا معي حتى الاخير باش نشوفو المقادير والطريقة ديال تحضير بالنسبة المكونات غدي نحتاجو على بركتي الله كمية ديال الدجاج انا هنا استعملت دجاجة من وزن ديال جوش كيلو قطعتها على 4 ودرتها في الكوكات درت معاها 4 ديال كيسان ديال الماء كمية الكافية ديال الملح درت معاها جوش حامضات مقطعين على 4 احبا ديال البصلة حتى هي كبيرة مقطعه على 4 درت جوج ورقات ديال الرند واحد البوكي ديال كسبورو مع بنوس وواحد العرشات ديال المعناع وسديت عليهم الكوكات المدة ديال 20 حتى ال 25 دقيقة على ما طاب لي يدجاج ديالي سفيتوا من هذا كل ما خليتوا حتى كي يبرد وفتتوا بهذا الشكل هذا اللي تيبال لكم وحطيتوا دو كوتي هات المرحلة هاتي ارتائت انني بلا ما نصورها لانها يعني طريقة راه ساهلة من خلال الشرح وباش مايجيناش لا فيديو طويلة غادي نحتاجوا كذلك واحد الحبة كبيرة ديال البصلة من الاحسن تكون حمرة تكون مش لضرقيقة فغي مورقيقة بحل الشكل اللي تيبال لكم وغادي نحتاجوا الواحد الكمية ديال الشامبينيون واغ الشامبينيون كنرقدوهم الواحد الساعة هذا هو الشكل ديالهم عن قرب ها هكا يكونوا مني تنرطبوهم في الماء كيف ما قلت لكم تنرطبوهم من مدة تقريبة ديال ساعة وكنغسلوهم شي ثلاثة او لاربعة المرات حتى كيتنقاو تماما من هذيك الغبر اللي كتكون فيهم غادي نحتاجوا الواحد البق مويا ديال الشامبينيون العاديين غادي نغسلوه حتى هو ونخليوهي قطر ونقطعوه بشكل اللي تيبال لكم غادي نحتاجوا الـ 250 جرام ديال الكريمة الخاصة بالطبخ غادي نحتاجوا كذلك الكمية ديال الفروماج على حسب الرغبة اولا على حسب المتوفر عندنا في البيت غادي نحتاجوا الكمية ديال الزبدة اللي غادي نسوطيوه فيها هاد المكونات هادو فا اول حاجة غادي ندير اناني غادي ناخد واحد المقلة تكون شوية كبيرة لان هي اللي غادي نطيب فيها كل شي غادي ندير فيها جوج معالق كبار ديال الزبدة معا جوج معالق ديال زيت نباتية باش ما تتحرق لناش هذيك الزبدة وغادي نشحر في هذيك البصيلة ديالي بلا ما يتبدي اللون ديالها فقط انها تهبط لنا واحد شوية واللون ديالها يبقى ابيض من بعد ما كتشحر لنا هذيك البصيلة وكتطح كيولي الشكل ديالها كيف ما تيبال لكم كنضيفوا عليها الكيمية اللي عندنا ديالي شامبينيون وكان بقاو تنحركوا بهات الكيفية هذي حتى كيتشحروا حتى هما عدا باش نضيفوا عليهم الشامبينيون نواخ من بعد ما تشحر لنا شامبينيون هوا والبصيلة غنضيفوا عليهم الشامبينيون نواخ وغنستمروا في التحريك يعني حتى كي تصوتوا حتى هما مزيان عدا باش نقاسيزوني وعفوا بالملحة والبزار فقط هادو هما يعني التوابل اللي غادي استعملوا ما غادي استعملوا حتى شتوابل اخرى من غير الملحة والبزار نضيفوا كمية قليلة ديال الملحة من ننسوش ان الدجاج ره مسلوق ديجا في الماء المملح فنضيفوا غير كمية اللي غادي استعملوا حلينا هاد الشامبينيون هوا والبزار هنخليهم حتى كيتشحروا مزيان مع بعدياتهم وكي يبدو هاداك الشامبينيو كان بدك يترطق معانا يعني يعطينا انسين بانه رفقت السوائل دياله تماما عدا باش كنضيفوا الكريمة ومني كنضيفوا الكريمة كنجهدوا على البوطة مزيان حتى كتغلى معانا كنضيفوا لها هاداك القطاع ديال الدجاج اللي دايجا فتتنا من قبل من بعد ما غلت معانا الكريمة وضفنا لها القطاع ديال الدجاج اللي عندنا كنستمروا في تحريك على عافية اللي تكون متوسطة حتى كيتشرب لنا دجاج ديك المادة اولا ديك السوائل اللي عندنا في الحشوة تماما فمن الضروري ان الحشوة تكون عندنا خالية من السوائل باش هكا إلا جينا نعمروا الورقة ديالنا متقطعش لينا اولا ادخلنا هالفران إلا كانت فيها نسبة كبيرة ديال السوائل كترطق لنا البستيلة ديالنا فهاد المسألة هادي ضروري ناخدوها بعي الاعتبار من بعد ما وجدت معانا الحشوة وبردات غادي ندوزوا دابا باش نضيفوا لها كميه ديال فروماج غابي الكميه احنا اللي كنتحكموا فيها ولكن من الافضل اننا نكونوا سخين شوية في هاد المرحلة هادي لان هاد الفروماج هاده هو اللي سيعطى لبستلات ديالنا هادك التعليكة من الداخل فغادي ندمج الفروماج مع الحشوة اللي كيف مما قلت لكم ضروري انها تكون باردة باش هكما يدوبش لنا الفروماج في هاد المرحلة هادي فاحنا حاشتنا به يدوب مني ندخلو البستلات للفروماج هاده هو الشكل ديال الحشوة عن قرب كيف مما تيبال لكم راها ما فيهاش نسبة ديال السوائل نهائيا هاكده خص هتكون باش نحصلو على بستلات او لبريوات ناجحين فغادي نحطهم دي كوتي وغادي ندوز باش نوجد الورقة اللي غادي نعمر بها هاد الحشوة هادي وغادي ندوزو المرحلة ديال بسيطلات انا دايجا بديت عمرت واحد جوج بسيطلات وحطيتهم في اللاطة اول حاجة كنناخدو الورقة كنقطعو هادوك الزوائد اللي عندي كنقودنا في الاخر ديال الورقة كيكونو ناش فين ما عندهم باش غادي فيدونا من الاحسن اننا نتخلصوا منهم مش هاكا مني كنجيو كنجمعو البسيطلات ديالنا ما كسبقاش مش انتفالينا انا هنا خديت الورقة من الحجم الصغير لاناني حاش تشوف بسيطلات صغار ومن الاحسن ان الورقة تكون نوعية جيدة يعني نختارو ذاك اللي كنشرو من عنده الورقة لتيكون تدير الورقة نوعية جيدة باش كتعاون نحت هي في الخدمة وما كيترتقو لناش يعني البسيطلات ديالنا سوا في الخدمة او لا في الفرران انا بالنسبة لي تناخد هاد الطباسي لهذا اللي تيبال لكم هو اللي تناخد عليه القياس وثاني حاجة لانه عنده شلقاء دياله مقاعر كيعطاني شكيل زوين البسيطلات كيجي شكل ديالهم بون بك اللي بغيستعمل ايطار او هادوك اللي تنخدمو بيهم الحرشاء او اللي تاخد ممكن يخدم بيهم فانا بالنسبة لبسيطلات الصغار تنفضل نخدم بهات الطباسلات هادو وهنا عندي واحد الكمنية ديال الزيت اللي نسمتها بالحطرية الخاصة بالبسطيلة ديال السامك باش كينكهولي الورقة ديالي اولا وثانيا باش كيعطيها واحد لاكولاغ مني كالطيب كتجي محمرة وعندي ابيض البيض هو اللي كنستعملو كاليساق لانه كيسو ديالي الورقة مع بعضياتها ما كتوليش تطلع او لا ترجع بعكسي لا استعملنا الخالط ديال ابيض الاولا ديال الدقيق مع الماء ما انا شخصيا ما تعجبنيش نخدم بيه البسيطلات لانهو تيفزق لي الورقة ديكو مني كن نخدم بيه الورقة كيس بدكت تقطع غيب وحدها وثاني حاجة مني كندخلو الفران كتقصح لنا ذيك اللي فيها الطحين كتقصح لنا في الطياب اوك فين ما كنكمل شي بسيطلة كنذير ليها دهينة خفيفة من ذاك الخالط ديال الزيت اللي منسم بالعطرية ديال السامك وكنحطها ديكو تحته كنخدم بتانية بنفس الكيفية غادي نستمر حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة ولا اللي حاجتي بيها وغادي نستفهم في اللاطة وندوزوا باش نوريكم حتى الطريقة باش كيتخدموا لسيقاخ بالنسبة لطريقة باش كنخدم لسيقاخ كناخد الورقة وكنسرحها على اللي بلانات ديالي كندير فيها كميه ديال الحشوه وكنتنع ليها الورقه كنجمع الجواني بشكل تايبه ليكم ونحاول انه هادك الجمعه ديال الجواني بتكون مقاده باش تجيني البريوه حجم واحد ودائما ابيض البيض كالساق هاده هو الشكل ديالها نعود معاكم واحده باش تشوفوها بلا فيديو باش هكه تفهموا الطريقه اكتر غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل اللي جوليتا اللي عندي كاملين نحطهم في اللطا اللي غادي نضيبهم فيها ونخليهم حتى نشوفو معايا تماما ونطلقها من بعد ما كنكملو التحضير ديال البريوات ديالنا كنخليوهم يعني في الهواء الطلق لي اكبر او لا اطول مدة ممكنه باش هادك الورقه ديالنا كتفقد من الرطوبه ديالها وكتنشوف وبالتالي مني كندخلو هالفران ما كتاخد ليناش بزاف ديال الوقت في الطياب ودغية كتتقرمش معانا هنا في هاد المرحلة هادي انا عندي الفران سخون يعني مشعل من الاسفل ومن الاعلى على درجة حرارة عالية مني ندخلو البسيطلات ديالنا نهبطو من الحرارة ديالو ونخليهم كي ياخدو وقتهم في الطياب باش ما كيتخطفوش لينا بالنسبة لهاد الخالط لي تندهن به فهو الوغاست ديال ابيض البيض اللي تايبقالية مع هادك الزيت اللي كندهن به الورقه كندهن به الوجه ديال البريوات وديال البسيطلات ديالي باش مني كيتطيبو كتجي فيهم ديك اللاكولاغ هكا محيم مراوضو غاي وكي يجيو حاطين العين وكان هادا هو الشكل نهائي ديال البسيطلات ديالين بعد ما خرجتهم الفران وفقدهم الحرارة ديالهم حطتهم في الطبق ديال التقديم وزينتهم بحط شوية ديال فخماش غابة من الوجه ورشت عليهم شوية ديال لسيبولات باش هكا نضيف عليهم واحد اللمسة ديال الخضورية ونخرج هادك اللاكولاغ ديال البسيطلات سراحة الوصفة رائعة وتستحق التجريبة إلا عجبتكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليها بلايك ديالكم خليولي يدي كومنتر وبالنسبة للناس اللي سيزوروا القناة لأول مرة تقولهم مرحبا بكم ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد القناة وهنا كتسالي الفيديو ديالنا الى فيديو مقبلة بحول الله خليتلكم الراحة اشتركوا في القناة